موسيقى أهلا بكم أعزائي إلى هذه الحلقة من رواد الآفاق البرنامج العربي لأدب الرحلة رحلتنا لهذا الأسبوع ولأسبوعين مقبلين ستكون مع مدينة غزة غزة هاشم كما وصفها الرحالة والجغرافيون العرب والمسلمون من القرن العاشر الميلادي وحتى القرن العشرين عروس الشام وبوابتها مرقد هاشم بن عبد مناف جد الرسول عليه الصلاة والسلام ومأسر عمر بن الخطاب أيام جاهلية ومسقط رأس الشافعي غزة المدينة المقاومة عبر التاريخ تقع مدينة غزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين عسقلان وخان يونس وهي في أصلها مدينة كنعانية قديمة بنيت على تل ارتفاعه خمسة وأربعين مترا عن سطح البحر وقد حفلت كتب الجغرافيا والرحالة بذكرها أقدم من أشار إلى غزة بين الجغرافيين العرب والمسلمين كان ابن خردى ذبا في كتابه المسالك والممالك وذلك في سياق كلامه على كورة فلسطين يقول كورة فلسطين كورة الرملة كورة إيليا وهي بيت المقدس وبينها وبين الرملة 18 ميلا ومن بيت المقدس إلى مسجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقبره 13 ميلا مما يلي القبلة وكورة عمواس أما الطريق من الرملة إلى الفسطات من الرملة إلى أسدود 12 ميلا ثم إلى غزة 20 ميلا ثم إلى رفح 16 ميلا ثم إلى العريش 24 ميلا في رمل ثم إلى الورادة 18 ميلا ثم إلى التعامى 18 ميلا ثم إلى العذيب في رمل 20 ميلا ثم إلى الفرمة 24 ميلا ثم إلى جرجير 30 ميلا ثم إلى الغادرة 24 ميلا ثم إلى مسجد قضاعة ثم إلى بلبيس 21 ميلا ثم إلى الفستات مدينة مصر 24 ميلا وذكرها لعقوبي في كتابه البلدان بقوله ومدينة غزة على ساحل البحر وهي رأس الإقليم الثالث وبها قبر هاشم بن عبد مناف وأهل جند فلسطين أخلاط من العرب من لخم وجذام وعاملة وكندا وقيس وكنانا وقال ابن الفقيه في كتابه مختصر البلدان ومن كورة فلسطين أيضا عمواس وكورة لد وكورة يبنى وكورة يافا وكورة قيساريا وكورة نابلس وكورة سباستيا وكورة بيت جبرين وكورة غزة وعسقلان وأثبتها الاستخري في رسمه لصورة بلاد الشام وذكرها في كتابه مسالك الممالك بقوله وآخر مدن فلسطين مما يلي مصر مدينة يقال لها غزة بها قبر هاشم بن عبد مناف وبها مولد محمد بن إدريس الشافعي أي الإمام الشافعي وفيها أسر عمر بن خطاب في الجاهلية لأنها كانت مستطرقا لأهل الحجاز وذكرها ابن حوقل في غير موضع من كتابه صورة الأرض وقال أن تخرج من الرمل إلى يزدود أسدود أو أشدود المدينة تمام مرحلة ومن يزدود إلى غزة مدينة حسنة كثيرة الخير ولها ربض مرحلة ومنها إلى رفح مدينة صالحة وجامع حسن مرحلة ومن رفح إلى العريش مدينة ذات جامعين مفترقة المباني والغالب عليها الرمل وهي قريبة من الساحل ولها فواكه وثمار حسنة مرحلة هنا يذكر الرحالة يصف المرحلة هي مجموعة من كيلومترات من 8 كيلومتر ويضيف ابن حوقل في صورة الأرض وآخر مدن فلسطين مما يلي مصر مدينة يقال لها غزة بها قبر هاشم بن عبد مناف سيد قريش أجمع وبها مولد محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله الفقيه النبيل رحمه الله وقبره بالفستاط ومنها أسر عمر بن خطاب في الجاهلية لأنها كانت مستطرقا لأهل الحجاز وكان عمر بها مبرطصا يعيد ما ذكره الجغرافي السابق وحسب ابن حوقل فإن فلسطين هي أول أجناد الشام مما يلي المغرب وقصبتها الرملة ومنها إلى يافا نصف مرحلة ومن الرملة إلى عسقلان مرحلة واحدة ومنها إلى غزة دون مرحلة ومن الرملة إلى بيت المقدس يوم واحد ومن بيت المقدس إلى مسجد إبراهيم عليه السلام يوم ومن بيت المقدس إلى ريحة أي ريحة مرحلة ومن ميت المقدس إلى البلقاء مرحلتان ومن الرملة إلى قساريا مرحلة ومن الرملة إلى نابلس مرحلة إلى آخرين أما المقدس البشاري المؤرخ الجغرافي والرحالة الكبير وأصلوه فلسطيني أحد أبرز رحالة وجغرافي العرب والمسلمين فقد ذكرها في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم عندما ذكر المتشابه من أسماء المواضع في الديار الإسلامية فقال غزة بفلسطين والغزة بتاهرت وتاهرت هي ولاية اليوم من ولايات الغرب الجزائري وكانت في القرن العاشر الميلادي تابعة لكورة الرملة يقول البشاري وللرملة بيت المقدس بيت جبريل غزة عسقلان يافة أرسوف قيساريا نابلس أريحة عمان إلى آخره وفي موضع آخر وأما فلسطين فقصبتها الرملة ومدنها بيت المقدس بيت جبريل غزة ميماس عسقلان يافة أرسوف قيساريا نابلس أريحة عمان ويصفها فيقول غزة كبيرة على جادة مصر وطرف البادية وقرب البحر بها جامع حسن وفيها أثر عمر بن الخطاب ومولد الشافعي وقبر هاشم بن عبد مناف وميماس على البحر حصينة صغيرة تنسب إلى غزة وقال أبو عبيد البكري في المسالك والممالك وقسمت الأوائل الشام خمسة أقسام الشام الأول فلسطين وأول حدود فلسطين من طريق مصر أمج ثم يليها غزة ثم الرملة رملة فلسطين والشام الثانية مدينتها العظمى الطبرية والغور واليرموك وبيسان فيما فلسطين والأردن والشام الثالثة الغوطة ومدينتها العظمى دمشق ومن سواحلها طرابلس والشام الرابعة أرض حمص والشام الخامسة قنسرين ومدينتها العظمى حلب وساحلها أنطاكيا مدينة عظيمة على ساحل البحر ومن مدن فلسطين كما يعددها البكري غزة ونابلس واللد قال البكري في كتابه معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع غزة غزة بفتح أوله وتشديد ثانيه بعده هاء التأنيث موضع بديار جذام أو جذام من مشارف الشام وبغزة مات هاشم بن عبد مناف قال شاعرهم مطرود بن كعب ميت بردمان وميت بسلمان وميت أوجعني فقده وميت عند غزات مات بشرقي البنيات والمقصود بالبنيات كما يقول المقدسي البشاري موضع بغربي الحجون ويعني عبد شمس مات بمكة وقبره بالحجون وردمان باليمن وبها مات المطلب بن عبد مناف وسلمان في طريق العراق من مكة وهناك مات نوفل بن عبد مناف قبل أخيه المطلب وكان أخذ حبلا من كسرة لتجار قريش ولم يمت منهم بمكة إلا عبد شمس كما ذكرنا فقبره بالحجون مات بعد أخيه هاشم هذا ما يذكره المقدسي البشاري وذكر غزة الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق بقوله وبآخر مدن فلسطين مما يل الجفار وطريق مصر مدينة غزة وبينهما من الأميال ثلاثون ميلا ومن فلسطين إلى مدينة عسقلان مرحلة كبيرة وبين عسقلان وغزة نحو عشرين ميلا وهي الآن عامرة بأيدي الروم ومرسى غزة ومن ميماس إلى عسقلان شرقا عشرون ميلا والعريش مدينة كانت ذات جامعين مفترقة المباني والغالب على أرضها الرمال ولها ثمار وجملة فواكه وهي على مقربة من البحر وأيضا فإن الطريقة من يزدود أو أشدود إلى غزة وقد تقدم ذكرها مرحلة وقال الحازمي في كتابه الأماكن غزة بفتح الغين وتشديد الزاي بلد بالشام وبها ولد الشافعي رضي الله عنه ينسب إليها جماعة من رواة الحديث وذكرها الهروي في كلامه على مزارات الطريق من القدس إلى عسقلان في كتابه الإشارات إلى معرفة الزيارات قال غزة ثغر شريف بها ولد الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو محمد بن إدريس وبها قبر هاشم بن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم وأسر فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي مدينة قديمة مذكورة في التوراة والداروم أيضا والله أعلم وفي معجم البلدان تحدث عنها ياقوت الحموي فقال غزة بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه في الإقليم الثالث طولها من جهة المغرب أربع وخمسون درجة وخمسون دقيقة وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وفي كتاب المهلبي أن غزة والرمل من الإقليم الرابع قال أبو زيد العرب تقول قد غزة فلان بفلان واغتز به إذا اختصه من بين أصحابه وغزة مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان قال أبو المنذر غزة كانت امرأة صور الذي بنا صور وهي مدينة على الساحل قريبة من البحر وإياها أراد الشاعر بقوله ميت بردمان وميت بسلمان وميت عند غزات وقد وردت في الشعر وقال أبو ذؤيب الهذلي تزودها من أهل بصرة وغزة على جسرة مرفوعة الذيل والكفل بأطيب من فيها إذا جئت طارقا ولم يتبين صادق الأفق المجلي ويذكر هذا الجغرافي كما ذكر الجغرافيون الآخرون من قبل كيف أن هاشم بن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات فيها وبها قبره ولذلك يقال لها غزة هاشم وقال أبو نواس طوالب بالركبان غزة هاشم وبالفرما من حاجبهن شقور وقال أحمد بن يحيى بن جابر مات هاشم بغزة وعمره خمس وعشرون سنة وذلك الثبت ويقال عشرون سنة وقال مطرود بن كعب الخزاعي يرثيه مات الندى بالشام لما أنثوى فيه بغزة هاشم لا يبعد لا يبعد رب الفتاء يعوده عود السقيم يجود بين العوادي محقانة ردم لمن ينتابه والنصر منه باللسان وباليدي وبها ولد الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كما ذكر من قبل وانتقل طفلا إلى الحجاز فأقام وتعلم العلم هناك ويروى له يذكرها وإني لمشتاق إلى أرض غزة وإن خانني بعد التفرق كتماني سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها كحلت به من شدة الشوق أشفاني وإليها ينسب أبو عبد الله محمد بن عمر بن الجراح الغزي يروي عن مالك بن أنس والوليد بن مسلم وغيرهما روى عنه أبو زرع الرازي ومحمد بن حسن بن قتيب العسقلاني وإليها ينسب أيضا إبراهيم بن عثمان الأشهبي الشاعر الغزي سافر الدنيا ومات بخراسان وكان قد خرج من مرو يقصد بلخ فمات في الطريق في سنة 524 ومولده سنة 441 قال أبو منصور ورأيت في بلاد بني سعد بن زيد منات بن تميم رملة يقال لها غزة فيها أحساء جمة ونخل وقد نسب الأخطل الوحش إلى غزة فقال كأنها بعد ضم السير خيلها من وحش غزة موشي الشوى لهيق يقول ياقوت الحموي غزة بلد مشهور بالشام بينه وبين عسقلان نحو فرسخين من أعمال فلسطين وتعرف بغزة هاشم لأن هاشم بن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم مات بها وكان جاءها تاجرا وبها ولد الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان الأشهبي الغزي الشاعر وغيره وغزة بلد بإفريقيا ذكره ابن حوقل والمهلبي وأبو عبيد البكري أما القزويني فقد قال في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد غزة مدينة طيبة بين الشام ومصر على طرف رمال مصر قال صلى الله عليه وسلم أبشركم بالعروسين غزة وعسقلان إلى حلقة أخرى مقبلة عن مدينة غزة عبر التاريخ في كتابات الرحالة العرب والمسلمين وأدوارها في القرون الوسطى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر